بسم الله الرحمن الرحيم فبسم الله نبدأ بداية أحبتي الطلاب كيف يمكن تمثيل الكسور التالية لاحظوا هنا يوجد عندنا كسر نصف وواحد على ثلاثة وواحد على أربعة نريد أن نمثل هذه الكسور حسب هذا الشريط نقوم يا أبطال بتقسيم هذا الشريط إلى جزئان متساويان ثم نضل الجزء حسب البسط أما الشكل الثاني نقوم بتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية ثم نضلل واحد منها ثالثا نقوم بتجزيء هذا الشكل إلى أربع أجزاء ونضلل واحد منها إذن هذا هو نصف وثلث وربع نبدأ أحبتي الطلاب بالنوع الأول من الأسئلة وهي الأسئلة الموضوعية وهي أسئلة اختر الإجابة الصحيحة ويكون هناك الإجابات ABCD نقوم بحل هذه الأسئلة ثم نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيح السؤال الأول ما المقام المشترك للكسرين التاليين اثنين على خمسة واثنين على ثلاثة بما أنه يريد المقام المشترك ما علينا سوى أن نقوم بضرب الخمسة مع الثلاثة خمسة ضرب ثلاثة يعطي الناتج خمسة عشر وهنا في الإجابات ننظر إلى الخمسة عشر ثم نضع دائرة حول هذه الإجابة السؤال التالي ما المقام المشترك للكسرين التاليين هيا أحبة الطلاب أيضا بنفس الأسلوب مقام مشترك هنا يريد أن تكون المقامات متساوية ويتم ذلك من خلال ضرب المقامات أربع ضرب ثلاثة ويساوي إثنى عشر نبحث عن الإجابة إثنى عشر ونلاحظها في الإجابة B نقوم بوضع إشارة صح أو نحوط بدائرة حول الإجابة الصحيحة السؤال التالي ما ناتج جمع 2 على 5 زائد 3 على 8 لاحظوا هنا أحبة الطلاب أن المقامات ليست متساوية وأن الخمسة لا نستطيع أن نضربها في عدد حتى نحصل على الثمانية لذلك نقوم بعملية الضرب التعاكسي أي نضرب الاثنين والخمسة نضربهم في الثمانية في هذا المقام وهذا الكسر اثنان والثمانية نقوم بضربهما في الخمسة الآن نجد النتائج الآن نجد النتائج ثمانية ستة عشر على أربعون زائد خمسة عشر على أربعون هنا أصبحت المقامات متساوية عندها نقوم بجمع البسط فقط ستة عشر زائد خمسة عشر النتائج يساوي واحد وثلاثون على أربعون والإجابة هنا يا أبطال هي الإجابة دي بسؤال التالي أحبة الطلاب هنا نقوم بنفس الحال وهنا الخمسة والأربعة المقامات هنا لا نستطيع تحويل الأربعة إلى خمسة نقوم بالضرب التعاكسي أي نضرب في أربعة هنا ونضرب في خمسة في الجهة الثانية ثم نقوم بإيجاد النتائج ثم نقوم بعملية جمع كل من البسط ثمانية زائد أي خمسة الجواب ثلاثة عشر على عشرون الجواب هو دي السؤال التالي ما ناتج طرح هنا الطرح نفس عملية الجمع الطال الآن سوف نقوم بعملية توحيد المقامات المقام هنا أربعة وهنا خمسة لاحظنا أننا نقوم بالضرب التعاكسي ووضحنا ما معنى الضرب التعاكسي ثم نقوم بإيجاد النتائج لاحظوا هنا يا أبطال في العدد الكسرية السبعة والثلاث لا نقوم بضربهم بأي عدد تنزل كما هي إذن السبعة نزلت ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر المقام عشرون ناقص ثلاثة وهنا واحد ضرب أربعة أربعة والمقام عشرون الآن نقوم بعملية الطرح سبعة نطرح منها الثلاثة الجواب هو أربعة وخمسة عشر نطرح منها أربعة يساوي أحد عشر والمقام ثابت يبقى عشرون الإجابة هي يا أبطال دي السؤال التالي أوجد ناتج الجمع هنا مسألة جمع واحد على ثلاثة زائد اثنان على خمسة نسأل حالنا أنفسنا هل الثلاثة نستطيع أن نضربها في عدد لنحصل فيها على الخمسة الإجابة لا لذلك يا أبطال سوف نقوم بالضرب التعاكسي ما معنى الضرب التعاكسي؟ أي الواحد والثلاثة هنا في هذا الكسر نقوم بضربه في المقام الثاني وهو الخمسة واحد جيدا أما الاثنان والخمسة نضربهم في العدد الثلاثة وهو المقام الأول أحسنتم يا أبطال الآن نجد النتائج ونكتب على النحو التالي واحد ضرب خمسة فإن الناتج يساوي كم؟ خمسة وثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر زائد تنزل كما هي من ضرب ثلاثة ستة والمقام خمسة عشر هنا يا أبطال أريد تذكيركم بأن المقامات لا تجمع فقط نكتب خمسة عشر في الإجابة النهائية ونقوم بجامعة خمسة زائد ستة ليعطي الناتج أحد عشر وهيك بتكون حصلت على الدرجة الكاملة بإذن الله تعالى نأتي مرة أخرى إلى مسألة جمع من جديد ونقوم بالضرب التعاكس أحسنتم لأن الثلاثة نستطيع ضربها في عدد لتعطي النتيجة سبعة إذن الضرب التعاكسي أحسنتم نضرب في أي عدد في سبعة هنا نضرب في أي عدد ركزوا جيدا أحسنتم في رقم ثلاثة نزلوا نتائج واحد ضرب سبعة يعطي سبعة أما ثلاثة ضرب سبعة فالناتج واحد وعشرون زائد اثنان ضرب ثلاثة يعطي الناتج ستة والمقام يبقى كما هو لأننا قمنا بعملية توحيد لهذه المقامات أما الناتج ماذا نضع في المقام نضع واحد وعشرون أحسنتم أما في البسط فنجمع سبعة زائد ستة الناتج يعطي ثلاثة عشر صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نأتي إلى السؤال التالي مسألة الطرح يا شباب أوجد ناتج الطرح هذه مسألة الطرح خمسة على ستة نطرح منها اثنان على خمسة كما فعلنا في أسئلة الجمع نقوم بنفس الأسلوب في عملية الطرح الضرب التعاكسي الآن نضرب في خمسة وهنا نضرب في الستة نزل النتائج خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرون والمقام ثلاثون ثم نطرح منها ستة ضرب اثنان يعطي ناتج اثنى عشر والمقام يبقى كما هو وهو الثلاثون من حاصل ضرب خمسة ضرب ستة النتائج أو النتيجة المقام يبقى كما هو أحسنتم كما هو الحال في الجمع أما بالنسبة إلى البسط نطرح خمسة وعشرون نطرح منها اثنى عشر يعطي الناتج ثلاثة عشر الإجابة النهائية ثلاثة عشر على ثلاثون السؤال التالي يمكن لحرباء طولها ثلاثة وعشرون ونصف انش أن تمد لسانها ليصل إلى خمسة وثلاثون وواحد على أربع انش لصيد طعامها اكتب جملة جمع لتوضيح الطول الكلي للحرباء عندما يكون لسانها ممتدا إلى آخره هنا يا أبطال ماذا تلاحظون نلاحظ أنه اكتب جملة جمع هذه جملة الجمع يا أبطال نكتب الأرقام كما هي ثلاثة وعشرون ونصف ثلاثة وعشرون ونصف زائد ويريد جمع إذن هاي جمع يا أبطال خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون وربع هذه جاهزة الآن نقوم بعملية الجمع السؤال هل المقامات متوحدة ونستطيع الجمع المباشر كلا يجب الآن أن نقوم بعملية توحيد المقامات الاثنان نضربها في كم حتى نحصل على الأربعة أحسنتم نضربها في اثنان ولا بد من أن نضرب البسط أيضا هل هذه على الضرب تعاكسي لا يا أبطال لأننا نستطيع أن نضرب الصغير العدد الصغير الاثنين نستطيع أن نضربه في اثنين لنحصل على أربعة الآن النتائج نحصل عليها ثلاثة وعشرين واحد ضرب اثنين 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 ضرب اثنين أربعة سؤال هذا نزله كما هو أحسنتم لا نستطيع أو لا نغيره أبدا نقوم بعملية الجمع مباشرة الأربعة والأربعة متساوية لذلك يبقى المقام أربعة أما العداد الصحيحة ثلاثة وعشرون زائد خمسة وثلاثون الناتج ثمانية وخمسون أما البسط ثنين زائد واحد يعطي الناتج ثلاثة إذن أصبح طول الحربة مع لسانها كم ثمانية وخمسون وثلاثة على أربعة إنش السؤال التالي يبعد منزل طارق واحد ونصف كيلو متر عن منزل صديقه وتبعد مدرسته اثنان وربع كيلو متر في نفس الاتجاه إذا توقف عند منزل صديقه فما المسافة الباقية إلى المدرسة لاحظوا أنها مسألة طرحي الطال نقوم بطرح المسافة الكلية التي تبعد بين منزل طارق ومنزل المدرسة عن منزل صديقه أي اثنان وربع نطرح منها واحد ونصف الآن نأتي إلى عملية الطرح نقوم أولا بتوحيد المقامات لاحظوا جيدا هنا المقامات أربعة واثنان هل الاثنان نستطيع نضربها في عدد لنحصل على الأربعة نعم نضرب في اثنان يا أبطال فقط نضرب هذا الكسر في اثنان النتائج تنزل كما هي ناقص الواحد أيضا كما هو فقط نغير واحد ضرب اثنان اثنان والمقام أصبح أربعة الآن يا أبطال ركزوا جيدا في هذا السؤال نختبر السؤال هل الواحد في البسط هنا نستطيع أن نطرح منه اثنان الجواب لا ما الحل نقوم هنا بالاستلاف كيف نستلف نأخذ واحد من الاثنان فيبقى الناتج واحد المقام يبقى ثابت أربعة أما البسط انظروا جيدا نقوم بجمع الواحد مع الأربعة إذن نجمع البسط والمقام هنا واحد زائد أربعة الناتج خمسة نكتبه في البسط ثم نقوم بطرح واحد واثنان على أربعة الجواب واحد ناقص واحد صفر لا نكتبه وخمسة ناقص اثنان الناتج ساوي ثلاثة على أربعة السؤال التالي أكمل مسألة الطرح سبعة نطرح منها ثلاثة واثنان على خمسة تساوي ركزوا هذه المسألة نقوم بالاستيلاف نستلف من السبعة واحد لتصبح ستة أما الواحد فنكتبه على شكل بسط على مقام مثال على ذلك اثنان على اثنان ثلاثة على ثلاثة أربعة على أربعة ماذا يحدد من الذي يحدد كم الأرقام الذي يحدد هذا المقام يا أبطال هنا خمسة لذلك نكتب خمسة على خمسة إذا هنا كان مكتوب أربعة نكتب أربعة أربعة ثم نقوم بعملية الطرح نبدأ من هذا المكان يا أبطال خمسة نطرح منها اثنان الناتج ثلاثة ستة نطرح منها ثلاثة الجواب أيضا ثلاثة الخمسة لا نطرحها وتبقى كما هي الناتج النهائي ثلاثة صحيح وثلاثة على خمسة بنفس الأسلوب يا أبطال الستة أصبحت خمسة ماذا نكتب هنا؟ أحسنتم ننظر إلى هذا المقام إذا خمسة خمسة وعند الطرح خمسة ناقص اثنين ثلاثة خمسة ناقص اثنان أيضا يساوي ثلاثة أما المقام يبقى كما هو يساوي خمسة هيك حبتي الطلاب وصلنا إلى نهاية حل التدريبات الإثرائية رقم واحد أنتم في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته